اشتركوا في القناة مجانيا لجميع المغاربة بدون استثناء فالمبادرة الملكية زاحت عن ملايين المغاربة عبءا ماليا كبيرا يتمثل في 1300 درهم للفرض الواحد مقابل الجرعتين ضروريتين من اللقاح وهي تكلفة ليست في استطاعة فئة كبيرة من المواطنين حتى الذين يتوفرون على تغطية صحية فلنفترد ان اسرى مكونة من اربع افراد ولها تغطية صحية ستكون مطالبة بدفع 5200 درهم مقابل الحصول على التطعيم وبعدها انتظار شهرين او اكثر حتى تسترد المبلغ المدفوع او جزءا منه على الارجح اما الفئات الفقيرة والهشة فمن المستحيل عليها توفير المبلغ المطلوب وكان رئيس مجلس ادارة شركة سينوفارما ليو جينجان قد اعلن ان اللقاح الموجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي تقوم وحدة تابعة للمجموعة الوطنية الصينية للأدوية سينوفارما بتطويره سيكلف ما يقارب 144 دولار للجرعتين اي ما يعادل 1300 درهم مغربية ترجمة نانسي قنقر